من وجهة نظري لا أرى أن الروس بإمكانهم أن يحتلوا كيف خصوصا بعد هذا الوقت أصبحت هناك زيارات أيضا لزعماء عالم إلى العاصمة كيف بدأت جسور جوية لنقل الأسلحة والأعتداء وحتى الخبراء العسكريين إلى كيف قسم منها معلن وقسم غير معلن فلذلك ربما تتغير معادلة المعركة يعني على الأقل إذا كيف العاصمة لم تنتصر لكنها لن تهزم ربما يكتفون بهذا الغرض أو يحتلون هذه المناطق ماريوبول وغير هذه المناطق القريبة ربما يحتل لكن أقول لك أن المعركة سوف تطول لم تنتهي بسرعة هذه المعركة إطلاقا وهي استنزاف للأموال والأرواح والأعتداء وكثير من الأمور هي استنزاف كبير تداعيات هذه المعركة لن تكون على روسيا وأوكرانيا فقط سوف تكون على العالم بإكمله بما فيها منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي هناك أطماع في هذه المنطقة المنطقة الشرق الأوسط منطقة ثرية بالثروات بالمعادن بالبترول بالغاز بكثير من الأمور كل الدول تطمح الآن إلى أن تهيمن على هذه المنطقة بما فيها روسيا والصين معروف أن هذه المنطقة مسيطرة عليها من قبل أمريكا وحلفائها ولكن أنت الآن الصين تشتري موانئ حول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط تشتري 59 ميناء عالمي من أكبر موانئ العالم حتى تستحوذ على عصب الحياة والعصب الاقتصادي لهذه المنطقة هذا لن يرضي أمريكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر